السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي في البداية كل سنة وحضرتكم بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة المولد النبوي الشريف مولد أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أمين يا رب العالمين وسامة خليل وسامة خليل أول ما تسمع الاسم بما أننا بنتكلم عن كرة القدم فهو اسم مرتبط بلعب نادي الإسماعيلي السابق كابتن وسامة خليل طبعا كابتن صالح سليم كان احترف قبل منه في النمسا لكن أول محترف احتراف في أمريكا ولما تسمع أن كابتن أسامة خليل تولى رئاسة نادي غزل المحلة ممكن أن يتبادر إلى ذهنك مثلا شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة عندها شركة لكرة القدم بنادي غزل المحلة لكن لا طلع أسامة خليل لعب الكرة ولا طلع شركة كرة القدم طلع أسامة خليل الصحفي الزمالكاوي اللي كان الذراعي الأيمن لمحمود طهر فيه النادي الأهلي وفي هذا الحين كنا بنقول أن النادي الأهلي مخترق من الزمالكوية أسامة خليل الزمالكاوي بامتياز يعني صحفي كل كتاباته ومقالاته هجوم وتجاوز في حق الكابتن محمود الخطيب واتهمات للكابتن محمود الخطيب بالفشل في كل الملفات الإدارية وأن المحمود الخطيب لا يصلح أن يكون إداريا وها هي الفرصة أتت لأسامة خليل حتى يرين خبراته الإدارية في إدارة نادي غزل المحلة طبعا غزل المحلة الدكتور علي العباسي رئيس نادي غزل المحلة كان تقدم باستقالته قبلت استقالة علي عباسي من رئاس نادي غزل المحلة أو تم يعني جماعة العموية وافت على تعيين أو اختيار أسامة خليل رئيسا لنادي غزل المحلة كده نادي الزمالك ضمن النقططين بتوعنا أو المباريتين بتوعنا غزل المحلة زمالكاوي صرف صرف ما فيش فيها كلام أنا ما استغرب بصراحة إزاي جماعة العموية غزل ما تختار أسامة خليل يعني معروف انتماء ومعروف لكن هما أضرب مصالحهم يعني على الجانب الآخر حسام حسن خد الموضوع على محمل الجد بقول لك احنا هنا يعني بنهزر وبناخد الجد الهزار جد والجد بناخده هزار يعني كان مهيب عبد الهادي بيلعب مع ياسر ريان وبشير التابع وجايب مقارنة أنا شايفة مقارنة سخيفة ما احترامنا لحسام حسن بتقول ما ينفعش الكارن حسام بهالاند هالاند الواد بيقول لك عايزين يرحلون من انجلترا مليون وثونمئة ألف صف زي ما قلت حضراتكم للبرلمان عشان يتم ترحيله من انجلترا علشان بيقول لك ان ده مش بشر ده روبوت روبوت بيقول لك روبوت فحسام حسن بعد الكلام وطبعا بيشير وياسر قال لك حسام حسن طبعا طبعا أفضل من هالاند تلح حسام حسن بيقول لك حسام حسن هالاند أماشة تانية ما بيتكررش كتير هو أحسن مهاجم في العالم ومقارنتي به شرف كبير هو مين اللي قارن يا عام ده مهيب بعدين بيلعبهم مناخد التكلام سيقول لك على الهزار نقلبه جد مقارنت مين يا عام محسام ما احترامنا لك والتاريخ لكن تزال فول لكن مفيش أي وجه لكبرون هالاندر يا جماعة واحد بيلعب فأعلى سيبك من بيلعب طريقته وتحركاته والقوة البدنية الود ما بيفوش يعني في لعبة بتاخد الكرة تروح مالا يمين ده بيمس الكرة راح على المرمى على طول بصحيته بهوه وظروفه بالنسبة بيرمتس بيرمتس بيعلن تمديد تعاقده مع عبدالله السعيد عبدالله السعيد كان ليه موسم هلا موسم مع نادي بيرمتس وكان فيه محاولات قوام النادي الزمالك لجعل الصورة حقيقة صورة صفقة القرن اللي تأمضوها أو خدوها وقت امضاء عبدالله السعيد ليه التعاقد مع نادي الزمالك لكن نادي بيرمتس قطع الطريق وأعلن اليوم تبديد أو تمديد عقد عبدالله السعيد لموسم عشرين أربعة وعشرين يعني موسم بالإضافة إلى هذا الموسم تصادم لا مفر منه ما بين الأهل والزمالك والمنتخب اتحاد المصر كرة القدم والمنتخب القلوم بزي ما اتكلمت مع حضراتكم في أسمها التم بسبب موجود مباراتي منتخب القلوم في التصفيات المؤهلة البطولة الأفريقية للمنتخب القلوم بالشياء بتاعتها 23 سنة المؤهلة للقلومبيات وفيه مبارات النادي الأهل والزمالك السوبر المصر هكون في الأمارات 28 عندنا مباراة يوم 30 منتخب القلوم ومباراة يوم 23 يعني 23 مفروض اللعبة كنتم معسكر من 23 يوم أكثر من لعب منهم لعبة أساسية حاليا في نادي الزمالك زي النيمار وزي سام عبد المييد ومحمد طارق النادي الأهلي فيه مصطفى ميسي القادم من سيراميكا وأيضا فيه محمد أشرف وفيه محمد مغربي قال النادي الأهلي والزمالك هيوافوا على ترك لعبين من المنتخب القلومبي في هذه المباراة ما اعتقدش ان الزمالك هيواف ما اعتقدش لكن لكن بركات ادى تطمينات لميكان المدير الفان المتخب الأولمبي وقال انه هيكلم مع الناديين وهيحل الأزمة وما تقلقش عن ميكان النهاردة السابت الكابت محمود الخطيب سافر إلى فرنسا في رحلة علاجية لمدة عدة أيام هيعمل بعض الفحصات الطبية بأحد المراكز الطبية في فرنسا وبعض التحليل وهيعرض نفسه على الطبيب المعالي ليه وبإذن رب العالمين يعود إلى مصر بأفضل صحة وتمام العافية بإذن رب العالمين أيضا بالنسبة لربطة الأندية ربطة الأندية اتكلموا زي ما حضراتكم هم مصل النهاردة بكرة بكرة الحد هيعملوا القرعة زي ما أعلنوا في أحد الفنادق الكبرى وتكلموا عن لعب المباريات في نفس توقيت كأس العالم يعني دولي مش هيتوقف وتكلموا عن ربما يصل عدد المباريات الدولي اللي تلعب خلال هذه المرحلة أربع مباريات أربع جوالات مش أكتر يعني خلال الشهر بتاع كأس العالم أربع جوالات خلال هذه الفترة أيضا ربما نلعب بعض المباريات من كأس الرابطة وكأس مصر القديم أصبح قديم لأن احنا هنبدأ موسم جديد بكأس جديد لكن الكأس بتاع الموسم الماضي لسه ما تلعبش تلعب منه بعض المباريات ويعالم هيتم استكماله ولا نخش على الجديد على طول أنا بقول أنه نخش على الجديد على طول يعني لأن أهل الفات ما تلعبش منه مباريات كثيرة يعني نادي الوحدة الإماراتي أعلن عن التعاقد مع أحمد رفع تلعب نادي فيوتشر لمدة موسم على سبيل العراوي كابتن ثالث بيوني طبعا محلل على قنوات أبوظبي الرياضية ومخيم في الإمارات قال انتقال أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي ما كسب كبير لرفعت والنادي الوحدة أتمنى التوفيق للعبين المصريين والعرب داخل الدوري الإماراتي كل التوفيق لكل لعبين في كل مكان في العالم خارج بالنسبة لكارلس كروش ما بيفوتش فرصة غير لما زي ما يقولوا كده يهزأ الاتحاد المصري والكرة القدم على المعاملة اللي عملوه بيها بيقولك أنا كرهت الاتحاد ده كرهت الاتحاد الكرة المصري بسبب الرجل أبو شانب أبو شانب ده هو الرجل جمال علام بيقولك أسلوب وحش قوي ده اسمع الكلام بيقولك يعني يأكلوا معاك وما يدفعوش الحساب ويطلعوا يشتموك الراجل كروش علمناها إيه علمناها الأدب ده لسه ليه فلوس بيقولك اتكلم كارلس كروش في تصريحات ليه قال أنه ليه 25 ألف دولار باقي من مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم وكان قال أنه هو هيجي مصري كابتن دي أسايا كان أعلن ذلك في تويتا ليه لكن قال قال أنه هيحاول يصل إلى القهرة في أقرب فرصة ربما بعد كاس العالم ونفى أنه وصل لاتفاق مع مسؤول الجبلاية حول سداد هذه المستحقات 25 ألف دولار مش حكاية حازم يعني أنت جاب لنا فيتوريا بياخده مبلغ وقدر يعني يا حزومة يعني بتهزر أنت الراجل حق يا حازم بقى وهم يروح يشتكينها بشكل كفاية بقى الزمالك خلى الكرة المصرية شكلها مش لطيف بروا أنت كابلت حد المصري يعني هو كل الزمالكوية كده يعني قال لك ما وصلناش باتفاق وقال أن بشعر بالأسف على مواطني فيتوريا مدير الفني لتعاملوا مع مسؤول الجبلاية في مصر فهؤلاء من الممكن أن يأكلوا من مطعمك أو يأكلوا فيه مطعمك ولا يدفعون لك الحساب وحتى لا يوجهون لك الشكر لا استطمدرش أقول له حاجة فيتوريا فده من الشغلي وهو أؤكد أنني سأدور مصر قريبا إجلد يا كارلوس كيروش هؤلاء يستحقون الجلب على من الغضب من جمهير نادي زمان اكتجاه الكابتن حلمي طولان بعد ظهره مع شبير بالأمس وتكلم الكابتن لما سؤل عن عرض لو في حالة عرض النادي الأهلي يتولي تدريب النادي قال لك بكل تأكيد هوافق مين يقدر يرفض طلب بتدريب النادي الأهلي يعني وبرضو لزمانك لو تعرض عليها هوافق طبعا يعني قال لك النادي الأهلي يخذ رأي فيه جون إبوكا ومصطفى شالبي وقلت لهم بمنتهى الصراحة بمنتهى الأمانة أنهم نعيمة من ناحية الفنية عن مستوى جيد يعني وستوى عالية الفريق بلعب القولر القدم بالنادي الأهلي يختتم تدريباته اليوم في تونس على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المونستير استعداد المباراة تحدي المونستيري المكرر لها غدا إن شاء الله الساعة رباعة عصر بتوقيت القاهرة وأدى النادي الأهلي تدريباته أمس على ملعب المراضي أحد بلعب مجمع القنطاو بولاية سوسا وأبن انطلاق المران على مرسل القولر محضرة نظرية للعبين داخل الملعب وأيضا في مرسل القولر المدير الفني اللي أعقد جلسات مع جهاز المعاون داخل فندق اللي قام بولاية سوسا وأعقد الجهاز الفني محضرة بالفيديو مع اللعبين اليوم بالتأكيد على الجانب الفنية والخططية التي تدرب عليها اللاعبون في القاهرة وتونس ويرغب قولر في تنفذها طبعا اجتماع الفني الوبارات النادي طبعا هتقام الرابعة المباراة طبعا ساعة أربعة عصرا والاجتماع هيكون الساعة ستة مساء اليوم بتوقيت القاهرة يعني ممكن خلال الوجود أو الفيديو ده ما تكونوا حضراتكم بتشوفوا يكون الاجتماع الفني القائم ويردي وهيكون من جانب لدي موجود كابتن سيد عفريز والكابتن سامير عدلي وماهر عبدالعزيز نائب المدير الإداري ويحضر الاجتماع التقم الإداري لفريق اتحاد المونستيري والمسؤولي الأمن ومسؤولي الاتحاد الأفريقي للكراد القدم طبعا عارفين الاجتماع ده بيكون غرض اتماع الفني هتلبس ايه هتوصل قبل المباراة بوقت الديه هكذا يعني رافض خلي اللعب النادي الاهلي الموجود في القائمة منذ قليل غادرت فندق القامة الاخو نادي الاهلي بأس نادي الاهلي لملعب مصطفى بن جنات اللي هي الصديف المباراة الملعب مصطفى بن جنات اللي هي الصديف المباراة المكرر لها الرابعة عصرا كل التوفيق اذا المران الأخير لالنادي الاهلي قبل المباراة وغضا كل التوفيق للنادي الاهographics different شكرا أن حسن تعبت